تمخض الجبل فأنجب فأراً وتناغمت الأحزاب السياسية فخلفت نغماً مفزعاً هو محمد علاوي كلف برئاسة الوزراء دون أن يملك أدنى شروط التكليف بحسب العملية السياسية نفسها عمره 65 عاماً حائز على الجنسية البريطانية والشرط أن يملك الجنسية العراقية فقط منخريط في العملية السياسية والشرط أن يكون من خارجها ورغم ذلك كله جرى تكليفه برئاسة الوزراء وهو غارق في الفساد حتى أذنيه دون أن يحمل شيئاً يؤهله أو يمكن من خلاله إقناع أي طفل في العراق فضلاً عن إقناع الجموع الثائرة الرد الشعبي على تكليف محمد علاوي جاء سريعاً تظاهرات غاضبة عمت المدن والبلدات احتجاجاً على هذا التكليف منذ لحظة إعلان تكليف محمد علاوي دوته تافات المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد ضده ومثل بغداد كانت محافظات العراق كربلاء والبصرة وذيقار وميسان وبابل وواسط والمثنة وبلغ الغضب الشعبي مستوى مرتفعاً في ساحة الصدرين بمحافظة النجف في صورة تفند كل الافتراءات التي لا تحترم تضحيات المتظاهرين أغرب هذه الافتراءات وأكثرها إثارة للشمئزاز قول مقتدى الصدر إن محمد علاوي هو خيار العراقيين والمتظاهرين مقولة تمثل استخفافاً ليس له مثيل بثورة تشرين وأهدافها وثوارها وبوعي الشعب وتعرّي الوجه الإيراني الحقيقي لكل من حاولوا ركوب موجة التظاهرات منذ انطلاقها المستمرون في ثورتهم بعد تكليف علاوي يدونون مرحلة جديدة للتظاهرات ويرسمون خطاً واضحاً للثورة يعد فيصلاً بين الموارب والثائر الحقيقي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر